موسيقى عبدالغني جبار طبعاً أنا من مواليد قرية تغمرت المتواجدة على بعد 12 كيلومتر من مدينة قلميم اللي هي حاضرة جهة جلميم وادنون تبعت دراستي طبعاً بجلميم وحصلت على الباكالوريا سنة 83 بعد ذلك تبعت دراستي بالجمهورية البلغارية بجامعة صوفيا كليمونتو خريتسكي كلية الصحافة حيث حصلت على دكتورة في الإعلام تخصص تلفزة بعد ذلك مباشرة انتحقت بالتلفزة المغربية آنذاك سنة 96 وعالف وهي لم تتحول بعد إلى شركة كانت التلفزة والإداعة عاينت أو عايشت التحول الذي شهدته إلى الشركة الوطنية بالإداعة والتلفزة ومنذ سنة طبعاً ألفين وأنا أقدم الأخبار قبل ذلك كنت منشط لبرنامج صباح سعيد الذي كانت تقدمه القناة الأولى في الساعة السابعة صباحاً وعلى غاية الساعة العاشرة خضت هذه التجربة بمعية مجموعة من الزائلات والزملاء وكانت طبعاً تجربة متيرة وجيدة واكتسبت فيها خبرة في التواصل المباشر مع الضيوف بدون إعداد بدون أسئلة معدة في الأولى بعد ذلك انتقلت لتقديم الأخبار الأخيرة ثم مررت بتقديم الأخبار الظاهرة ثم الآن أقدم أخبار الأخيرة كنت أيضاً رئيس تحرير النشرة الإخبارية الأخيرة في مرحلة لمدة أربع سنوات حتى قدمت استقالتي سنة 2014 بسبب الفيضانات التي شهدتها منطقة جلدين والتي لم أكن راضياً على الطريقة التي عالجت بها مديرية الأخبار هذه الفيضانات الآن أقدم أخبار الأخيرة للمشاهدين الترام عبر داخل وخارج الوطن عبر القناة الأولى طبعاً أنا متزوج وعندي ثلاثة أبناء وهذا كل ما يهم مغربية مجنسة فرنسية هذا هو الهاشتاغ طريقة أو وسيلة حديثة للتعبير عن رفض معطة معينة أو ظاهرة معينة أو أيضاً الإحتجاج الإلكتروني أنا أسميه الهاشتاغ الأخير طبعاً يجب وضعه في السياق هناك ارتفاع في الأسعار أكيد وهذا الارتفاع في الأسعار ليس يعني ارتفاعاً جاء بالصدفة هو وليد مجموعة من الظروف الدولية والتي يخضعوا لها المغرب هناك مبالغة حتى تكون في الأسعار التي تعرض بها مجموعة من المواد الأعلى ولكن الهاشتاغ يبقى مجرد هاشتاغ في الفضاء الأزرق إذن أشكرك وأشكر التاقم المشرف على أنفاس وطبعاً أحيي الجمهور الذي يتابعوني من خلال النشرة الإخبارية الأخيرة من خلال هذا الجنبر وشكراً لكم